الأدب الثورة يعني وما مدى تأثيره بالثورات وأهمية القصيدة بالثورات فعلا تلحظون أنتم شاعر الثورة لقبت فتلحظ أثر هذا الشعر في الثورة؟ تلحظ أثرها عندما تكتب لهم فعندما يتواصل معك أحد الثوار من خندقه ويقول لك أكتب لنا هذه أثرها الكبير إذن يعني تصور أن المقاتل في خندقه يطلب منك أن تكتب له وعندما تكون الكلمة قوية وما خرج من القلب وقع فيه كما يقال تخرج من هذا القلب لتسكن في قلوب تمتلك نفس الحرارة أو أكثر وحرارة الكلمة هي الموجه لهذه الكلمة لذلك دائما أقول لهم الشعر هو ثورة في الكلمة حتى الشعر هو ثورة في الكلمة تبحث عن حريتها في قلب حي أو صورة حية لذلك فنحن دائما أقول لهم الشعراء نكتب باسم المظلوم ضد الظالم وباسم القطبان على السجان هذه هي رسالة الشعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر